اشتركوا في القناة ليس فقط في حياتك الشخصية ولكن في بيئة العمل كذلك ما هي الأهداف التي ينبغي أن تضعها لنفسك؟ إلى أي درجة من التفصيل؟ هل توجد أهداف دون مغزة؟ ما علاقة وضع الأهداف بالنجاح في الحياة؟ نتناول أبرز أنواع الأهداف الشخصية التي تخدمك أنت أولاً ولكنها كذلك تخدم المؤسسة التي تعمل بها وتخدم مجتمعك الذي تعيش فيه نركز هنا على أن عملية النجاح هي تحت سيطرتك بإذن الله تعالى وهي بالتالي ليست عشوائية ما هي أهمية هذا الأهداف؟ أحياناً يحس الواحد مننا بعدم قدر على تركيز جهوده في الحياة وفي العمل فالإنسان الذي يدرس ويعمل في نفس الوقت قد يرى نفسه ضائعاً بعد الشيء أين يجب أن أضع جهودي؟ كيف أستثمر وقتي؟ أين يجب أن أركز؟ في مثل هذه الحالات من المفيد أن يقوم الإنسان بمراجعة خياراته ووضع أهداف تساعده على تركيز جهوده أن وضع الأهداف والعمل على تحليقها هي من أبرز الوسائل للنجاح في الحياة وفي العمل وضع الأهداف يساعدك في الإجابة على أسئلة كثيرة منها ماذا أريد الحصول عليه في حياتي وفي عملي؟ أين يجب أن أركز جهودي؟ كيف أستطيع الحصول على ضمان بأنني لن أصرف وقتي في أمور غير أساسية عند تدرجي سلم النجاح في عملي؟ كيف أستطيع أن أوفق بين متطلبات حياتي المختلفة من واجبات تجاه عملي أو تجاه عائلتي أو دراستي أو تجاه نفسي؟ كيف يمكنني أن أحفز نفسي حتى لا أصاب بالإرهاق في منتصف الطريق؟ وكيف أستطيع أن أبقي تركيزي على ما أحاول والقصول عليه؟ كل هذه التحديات يمكن معالجتها عبر وضع أهداف مفيدة في الحياة وفي العمل وضع الأهداف هو من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها الإبقاء على دافعيتك motivation في الارتقاء في عملك وفي حياتك إنها وسيلة ممتازة لتشجيعك على الإبقاء على تركيزك وتعلقك فيما تعمل عليه دون كلل أو ملل عند استخدامك لوضع الأهداف بطريقة سليمة يمكنك زيادة ثقتك بنفسك لأنك تراقب درجة تقدمك في الإنجاز من المسائل المعروفة في حق الإدارة وفي المؤسسات أن الأهداف حتى تكون أهدافا ذات فائدة يجب أن تتصف بمعايير معينة ويستخدم في هذا الإطار تعبير smart goals للإشارة للأمور التالية S تعني specific أي محددة M تعني measurable أي قابلة للقياس A تعني achievable أي ممكنة التحقيق واقعية R تعني relevant أي ذات مغزى أو ذات صلة E تعني time bound أي مرتبطة بزمن أو بوقت ولقد قمت بوضع كلمة باللغة العربية تحقق المعاني السابقة مع إضافة معيار سادس إلى تلك المعايير الخمسة وهو عنصر الطموح والتحدي بحيث تصبح ستة معايير والعبارة التي أود استخدامها هي وعد قمم بحيث يشير كل حرف من هذه العبارة إلى معيار مهم يجب أن تتصف به الأهداف الجيدة وهذا ما سأقوم بتوضيحه في القسم المقبل ابقوا معنا لتعرفوا ماذا نعني بعبارة وعد قمم